احنا شاهدين احنا شركاء الرئيس سيسي مش رئيس جي في ظروف عادية الرئيس سيسطدعل اللي هو فيه وفيه ناس من اللي موجودين دلوقتي سمعيني وكانوا شاهدين عالكلام لا هنفوق بقى وهنشوف اللي حوالينا احنا بنبني بلد بنيناها بدم وعرق بنيناها بآلاف ماتوا من ولدنا مش هنسمح بأي حال من الأحوال انه ييجي يوم وحد ينال من بلدنا رئيس الدولة هو رمز للدولة كلها هو رمز لإرادة شعب رئيس الدولة احنا اللي اخترناها حدش جابنا نقول حاجة ولا يجرؤ اي حد يغير قناعتنا مهما كان مين احنا بقول الكلام ده وإحنا مختنعين به مفيش حد يؤثر في قناعتنا ولا تملك لأجهزة الدولة ولا يملك اي حد يؤثر في قناعتنا بنحب الراجل بجد بنحترمه بجد لا اجماعة قاني الاوان المصرين يوقفوا المصرين نفسهم لازم توقف تعبر عن ارادتك وتقول رئيس دولتي هو مصدر عزة وكرامة البلد هو رمز البلد الاول احنا مع الراجل ده باختناع احنا مع الراجل ده بايمان انا ما بتكلمش مرة تانية ان لدينا رئيس جمهورية بالمعنى التقليدي احنا عندنا زقيم عندنا اخ كبير احنا اللي اخترناه عندنا راجل صرته في كل بيت عندنا راجل ناش شايفه قد ايه بيتعب عندنا بلد بتتحرك عندنا دم راح مننا غالي عندنا كل يوم بنتحارب من كل الدول عايزين يموتونا عايزين يخنقونا شايفين بلد بتتحرك بقى انا عمال اضرب فيك هنا واضرب فيك هنا مش عارف تقوم اعمل ايه اعمل فورتيكة لها مش هيحصل المصريين نتيجة اللي حصل فيهم طوال السنين اللي فاتي دي كلها واعوا للدرس واعوا للدرس وفيقين كويس جدا وعارفين كويس جدا انه مصر اويت الوعي العام اوي المصريين بقوا مصحيين لبلدهم المصريين عارفين ايمت بلدهم احنا بلد كبيرة ورأسنا هتفضل مرفوعة ودايما هتفضل مرفوعة احنا واقفين مكملين في المعركة دي لحد النهاية اروحنا واولادنا واموالنا كلها في ده البلد والمراضي مش ممكن اي حد هيحاول انه يفرق ما بيننا ابدا هتفضل ثقاتنا في رئيسنا وثقاتنا في زعيمنا موجودة موجودة المراضي الشعب صاحب الكلمة المراضي الشعب هو اللي هيكون سبب ضمان واستقرار هذه البلد ثقاتنا في رئيس الجمهورية بلا حد ثقاتنا في السيئسي بتاعنا الامل اللي احنا سلمنا له البلد امانة وشوفنا في سبع سنين عملوا ايه احنا واقفين لحد الاخر ومكملين في هذه المعركة وعلى فكرة يعني كل واحد ضحى بدامه النهاردة نستني منك دور انك تقف بجنب بلدك وتقف وتقول لا هنكمل عشان البلد دي تكبر وتكبر اكبر ان شاء الله اشتركوا في القناة